بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بيكو على شاشة قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامج الأشباب مستمرين مع حضراتكو في اكتشاف المواهب والنجوم ومستمرين في عرض كل كبيرة وصغيرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي النهاردة هيكون ضيفي واحد من أبناء النادي الأهلي اللي اشتغلوا كتير داخل القطاع وعنده خبرات كبيرة مع الناشئين الصغيرين واكتشف مواهب ونجوم كتير ودايماً عنده حماس كبير في الشغل وعنده حماس كبير أنه دايماً يكتشف مواهب ونجوم النهاردة هيكون ضيفي وضيفكو كابتن تامر حفني مدير مدرسة الكورة بالأهلي هنتكلم مع أكاب تنتامر عن حاجات كتير خاصة عن مدرسة الكورة لو عندنا محتاجين يكون عندنا فرق قوية داخل القطاع لازم يكون عندنا مدرسة كورة قوية هو ده أساس النادي الأهلي كل حاجة عايزين تعرفوها هتشوفوها مع أكاب تنتامر حفني في آخر فقرات برنامجنا النهاردة هيكون معنا برضو نتائج وأهداف الأسبوع وأحلى اللقطات وأحلى الأهداف وهيكون معنا دايما نجم على الطريق بنتنبأ له إن شاء الله إن يكون موجود في الفريق الأول وهيكون معنا فقرات تانية كتير شهادة حق لازم نوجه الشكر من خلال برنامج الأشبال لكل القائمين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي سواء مدربين سواء إداريين سواء عمال وعلى رأس كل المنظومة طبعا الكاب تنفتح مبروك مدير القطاع على الجهد المبزول خلال الفترة اللي فاتت صراحة الجهد واضح من خلال أداء المباريات من خلال النتائج من خلال المواهب اللي تألقت وظهرت خلال الفترة الفاتت وزي ما قلت لحضراتكم برضو وكل جماهير النادي الأهلي مفاجئتنا في برنامج الأشبال إن شاء الله هيكون في ستوديو تحليلي خلال الفترة اللي جاية قريب جدا من ملاعب الناشئين بمدينة نصر هيكون معنا أبرز المدربين وأبرز المحاللين لتحليل مباريات الناشئين على الهواء مباشرة على شاشة قناة الأهلي في سياسة جديدة تتبعها لجنة الكورة إن شاء الله هنجني صمار هذه السياسة خلال السنوات اللي جاية وإن شاء الله هتكون سياسة نجاحة جدا لكل القطاعات الناشئين وكل الفرق عندنا والفريق الأول هو انضمام لعبين مميزين تحت السن تقلقوا مع فرقهم لجنة الفلنية ولجنة التعاقدات بالنادي الأهلي تبعدتهم خلال فترة فاتت وتم ضمهم لقطاع الناشئين أمثال عندنا محمد فخري من غزل المحلة عندنا عمار حمدي من النصر عندنا مصطفى البدري من أسوان عندنا كرم النقيب من صيد المحلة عندنا حسون محمد من مياه البحيرة عندنا يوسف الجبالي من الشمس عندنا عبد الرحمن رجب المنضم حديثا من كوم حمادة مدافع موليد 99 وخامة مبشرة عندنا فادي محمد إبراهيم من نادي درجة أولى في الدينمار إن شاء الله اللعيبة دي يعني تبدأ تتعلم داخل مدرسة الأهلي وتتعلم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي يعني إيه روح الفنيلة الحمرة يعني إيه مبادئ وسلوكيات النادي الأهلي وإن شاء الله لما يطلعوا الفريق الأول يكونوا عندهم خبرات كتير وتعلموا حاجات كتير داخل القطاع بقول لكل جماهير النادي الأهلي اتطمنوا دايما مستقبل الأهلي في أمان